اشتركوا في القناة يعني بتسخر بالعديد من الاراضي الزراعية نعمة ايطاليا باراضي زراعية واسعة طبعا ايطاليا بتتوفر فيها السهول الفيدية والانهار ولذلك كانت الزراع عليها مكانة كبيرة في روما وكانت تعتبر من الحاجات المهمة جدا في الحضارة وهي مورد طبيعي وبشري كبير يبقى نعمة ايطاليا باراضي زراعية واسعة ومورد طبيعية ومورد بشرية كبيرة جعلت الاقتصاد الروماني قائم على الزراع والتجارة الى جانب الصنوعة وان كانت الصنوعة ما كانتش بنفس الدرجة الاهمية مثل الزراع تعالوا نشوف الزراعة كده كانت اساس الحياة في روما زي ما قلت لك بسبب توفر مكوماتها في ايطاليا لما نيجي نشوف مثلا تنريس ايطاليا نلاقي بنا ان هي موجود فيها العديد من الانهار بالاضافة طبعا للسهول الفيدية حول تلك الانهار وتمتعها طبعا بالمناخ المتنوع والمعتدل ده ساعد فيه يعني نجاح حرفة الزراعة كان بيعمل بها جميع افراد الاسرة وعابدة الملكية الزراعية كانت تقوم في روما على الملكية الفردية منذ اقدم العصور وامتلكت الطبقة الارستقراطية مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وعمل عندهم اعداد كبيرة من العبيد من المحاصيل اللي اشتهرت عند الرومان القمح وده كان اهم المحاصيل عندهم وكان مخزن القمح في الامبراطورية الرومانية كلها هي مصر بعد ان سيطرت روما على مصر اصبحت مصر مخزن القمح الدائم للامبراطورية الرومانية يعني مصر هي اللي كانت بتمد الامبراطورية الرومانية باحمال القمح اللي كانوا بيطلقوا عليها الشحنة السعيدة كانت احمال القمح اللي كانت مصر بترسلها الى الامبراطورية الرومانية وهي كمن اللي أنقذت الإمبراطورية الرومانية من المجاعة اللي تعرضت ليها عام 210 قبل الميلاد وكادت أن تقضي عليها لولا أحمال القمح التي وصلت من مصر يبقى القمح كان أهم المحاصيل بالإضافة لبساتين الزيتون والفكهة خاصة العنب والبقول تربية الحيوان كانت الحيوانات تربى من أجل ألبنها وأصوفها وجلودها من الحيوانات اللي قاموا بتربيةها الخنازير والأبكار والأغنام ده بالنسبة لتربية الحيوانات نشوف بقى الصناعة كانت أقل أهمية زي ما قلت من الزراعة وكان في مجموعة من الصناعات اللي ظهرت منها الصناعات المعدنية القائمة على المعدن المستخرجة من المناجم زي صناعة الأسلحة وصناعة العملات والمجاهرات من الزهب والفدة بالإضافة للصناعات الحجرية القائمة على الأحجار المستخرجة من المحاجر لبناء المشروعات المختلفة وصناعات فخارية بواسطة مصانع صغيرة للفخار إلى جنب الصناعات اليدوية وأيضاً ظهر الصناعات أخرى منها صناعة النسيج والسباغة والتوب والنجارة دي أمثلها للصناعات اللي كانت موجودة عند الرومان نتكلم دلوقتي بقى عن التجارة في العصر الملكي كانت التجارة كاسرة على تبادل البضائع والسلع بين الأقاليم الرومانية أما في العصر الإمبراطوري ازداد النشاط التجاري على يد أغسطس فاكرين أغسطس طبعاً اللي هو إكتافيوس الأغسط دلقى باللي أطلق عليه عام سبعة وعشرين قبل الميلاد أطلقوا عليه مجلس السيناتو أو مجلس الشيوخ فزادت التجارة في عهده بسبب هيمنة الإدارة المركزية في روم على الإمبراطورية في الداخل والخارج تأمين الملاحة البحرية بفضل قوت الأسطول الروماني وفتح أسوأ جديدة في أفريقيا وأسبانيا واعطاء الفرصة لكرتاجا تفاكرين كرتاجا طبعاً اللي هي كانت أحد المستعمرات الفينيقية اللي استول عليها مين؟ استول عليها الرومان وخدوها من الأغريق كانت ماجدونيا طبعاً مسيطرة عليها وبعد الحروب بين روما وبين ماجدونيا قدرت روما أن هي تستول على كرتاجا بعد الحروب البونية اللي استمرت مئة سنة أنها تجعنا هزيمة كرتاجا طبعاً وأصبحت روما سيدة البحر المتوسط بلا منافس طبعاً كرتاجا كان لها شهرة في مجال التجارة فالرومان أعطوها الفرصة لموارسة نشاطها التجاري من جديد كمان تقدم السفن التجارية الرومانية بشكل كبير عن السفن اليونانية كانت أفضل وأحسن من السفن اليونانية فكان لها دور في نجاح التجارة كل دي أسباب ازدهار التجارة في العصر الإمبراطوري وهكذا أصبح البحر المتوسط طريق داخلي للربط من الولايات الرومانية يعني كان بيربط الولايات الرومانية بعضها وبعض من الشمال ومن الجنوب قام الرومان باستخدام نقود خاصة بهم لتسهيل المعاملات التجارية كانت تصنع من الفضة والبرونز والذهب هادريان يتحدث عن مدينة الأسكندرية أحد أباطرة الرومان هو الإمبراطور هادريان دازار اسكندرية في القرن الثاني ميلادياً وتحدث عنها قائلاً إنها مدينة غنية تتمتع بالسرائر والرخاء لا يوجد بها عاطل عن العمل فهناك من يعمل في صناعة الزجاج وأخرون في صناعة البردي أو النسيج أو أي حرفة أخرى الكل يعمل حتى أصحاب العهات من العجزة والعميان يعني حتى العميان وأصحاب العهات ما كانوش عاطلين ولكن كان ليهم فرص عمل طبعاً ده يدل على مدى الازدهار ومدى النشاط اللي كانت بتعيشه مدينة الأسكندرية في تلك الفترة وطبعاً كانت اسكندرية يعاصمة الدولة الرومانية في مصر وحتى الذين فقدوا أيديهم لا يجدون حياتهم إيه عاطلين يعني إحنا نستخلص إيه من الكلام ده؟ نستخلص مدى الرخاء ومدى الازدهار اللي عاشت فيه إسكندرية خلال القرن الثاني الميلادي أو خلال تلك الفترة نكمل ونكلم عن الحياة الاجتماعية عند الرومان انقسم المجتمع في روما إلى عدة طبقات على الشكل الهرمي زي ما احنا شايفين قدامنا بتكون من أربع طبقات الطبقة العليا طبقة الأولى قمة المجتمع تتكون من الأشراف هم طبقة الطبقة السرية يعني الأغنياء ومنهم الفرسان كبار رجال الجيش حيث امتلكت السلطة والمال والأراضي الزراعية الشاسعة ولها كافة الحقوق السياسية أما الطبقة الثانية بتتكون من التجار والحرفيون شكلوا جزء كبير من المجتمع الروماني وعاشوا حياة اقتصادية صعبة حيث تضرروا من قصرة حروب روما الطبقة الثالثة هي العامة والمزارعون اشتركوا مع طبقة التجار والحرفيين في الصراع السلمي ضد الأشراف يعني كانوا بيتعاونوا مع الطبقة الثانية طبقة التجار والحرفيين ضد الأشراف الأرستقراطيين بهدف الحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية وحققوا إنجازات كبيرة في ذلك أما الطبقة الرابعة والأخيرة وهي يعني قاعدة الهرم هم العبيد أسرى الحرب الذين فقدوا كافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية بأسر الرومان ليهم كده بمقاش لهم أي حقوق لا اجتماعية ولا سياسية وشكلوا طبعا أزمة حقوقية داخل المجتمع الروماني دلوقتي نتكلم بقى عن الحياة الدينية تعددت معبودات الرومان أيضا ظهر تعدد المعبودات وتعدد الألهة عند الرومان والدليل على كده هو عبادتهم للمعبود جوبيتر وده كان كبير المعبودات عند الرومان وده بيمثل السماء الصفية كمان عبادة الأباطرة يعني كان الرومان بيعتبروا أن الإمبراطور ده بمثابة الإله وكان بيتم السجود له أو حتى لتمثاله يعني من قبل العامة مثل أغسطس وتبريوس والتي سقطت بعد انتشار ديانة المسيحية يعني هذه العبادة سقطت طبعا بعد انتشار الديانة المسيحية لم يكن للكهنة طبق مميزة عن غيرهم من الطبقات الاجتماعية ولم تتطلب وظيفتهم إعداد خاص أو تمرين وممارسة وهو دليل على مدى ارتباط الدين بالدولة يعني طبقة الكهنة أو يعني الكهنة مش بنلاقيها كطبقة مميزة هنا في المجتمع ولكن كانوا يعني بيندمجوا مع المجتمع ويمتزجوا بالمجتمع ده دليل على إيه؟ على مدى ارتباط الدين بالدولة يعني الدين كان مرتبط بالدولة بشكل كبير من كل الطبقات ما كانش فيه طبقة خاصة بالدين التواصل الديني بين مصر وبلاد الرومان تأثر الرومان بالإغريق الذين تأثروا بالحضارة المصرية القديمة يعني نقدر نقول أن الرومان اتأثروا بالحضارة المصرية القديمة بس عن طريق مين؟ عن طريق الإغريق فانتقلت إلى روما الكثير من معتقدات الإغريق الدينية وعبادة بعض المعبودات المصرية كان عند الرومان تسامح مع المعبودات الأجنبية يعني سمحوا بعبادة معبودات أخرى غير معبوداتهم هم وأقاموا لها كمان المعابد الدينية منها الإله سربيس وده طبعا المعبود المصري الإغريقي هو مزيج بين الدينة المصرية والدينة الإغريقية يبقى زهرت عبادته أيضا عند الرومان كمان الآلهة إيزيس طبعا دي آلهة مصرية وانتقلت عند الإغريق ومنها إلى الرومان المعبودة المصرية العالمية لشان كده يحق لنا أن نقول عبادة إيزيس كانت عبادة عالمية أو آلهة عالمية ظهرت فيه مختلف الدول في مصر وفي بلاد الإغريق وبلاد روما وهكذا بالإضافة طبعا للإله أزوريس وعبادة بعض الأباطرة الرومان نتيجة لتأثرهم بظاهر التقديس الفراعنة في مصر يعني زي ما كان الفرعون مقدس عند المصريين كان الامبراطور ده مقدس عند الرومان دلوقتي في عندنا برضو معلومة كده نقراها هادريان في زيارة لمصر أقام الامبراطور الروماني هادريان معبد للإله السكندري سربيس المعبود المصري الإغريقي كما زار مصر وقام برحلة إلى السعيد يعني هو كان بيهتم بالآلهة وراح وزار معبد الإله سربيس وكمان رح في رحلة للسعيد عن طريق نهر النيل وصل إلى الأكسر وأثناء عودته غرق صديقه أنتونيوس في النيل فحزن عليه الامبراطور وأمر بتشييد مدينة في مكان الحادث يعني المكان اللي صديقه غرق فيه أمر هادريان إن هو يتعمل في مدينة تحمل اسم صديقه دوت وتسمت باسم أنتونيو بوليس دي من المدن الرومانية اللي اتبنت في الصعيد وموجودة حتى الآن بس باسم طبعا آخر هي مدينة الشيخ عبادة تجاه مدينة ملوي بمحافظة المينيا مدينة الشيخ عبادة دي كان سماء أيام الرومان اسمها أنتونيو بوليس عملها هادريان تخليدا لذكرى صحبه أو صديقه اللي غرق في النيل في هذا المكان أنتونيوس طبعا ده بيدل على إيه بيدل على يعني مدى حبه ووفاءه لصديقه علشان كده عمله مدينة تخلت ذكره بكده بنكون خلصنا درسنا النهارده في الحلقة القادمة بإذن الله هنكمل مع بعض مظاهر الحضارة الرومانية انتظرونا أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة